أهلاً مشاهدين وواصل معكم دفق الشروق الصباح الحي مباشر تحليل أبرز الأخبار الرياضية المحلية والعالمية رفقة الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي سالم سعيد أهلاً وسهلاً صباح الخير صباح الخير عليكم وصباح الخير على أستاذ المشاهدين أهلاً بك ونبدأ أولى الأخبار باشتراطات الفيفا تهدد الدور السوداء نعم هي من أهم اشتراطات الفيفا هي أن يبدأ الوباء في الانحسار بالنسبة لأي دولة في العالم عندما يبدأ الوباء في الانحسار كيف يبدأ الوباء في الانحسار؟ يبدأ الوباء في الانحسار حسب تغارير وزارة الصحة التي تقدمها لمنظمة الصحة العالمية إذا العداد في تناقص وعداد المتعافين من الإصابة يفوق أعداد المتوفين أو غير المتعافين يبدأ الوباء في الانحسار بنسب معينة بالتالي من حق الاتحاد الوطني في هذا العام أن يتقدم بطلب إلى وزارة الصحة لديه في بلده باستئناف النشاط وفق البروتوكول الصحي المنشور أو المقدم من الفيفا وإضافة إلى بروتوكول الصحي خاص بكل بلد ما برضو الفيفا يعني البروتوكول الصحي الرسلوا ما ترك فيه هامش للحرية بالنسبة لوزارات الصحة بالنسبة لكل بلد على حد يعني مثلا الآن البروتوكول الصحي المطبق في الدوري الألماني هو ما نفسه أعلنته أعلنه للسعود يعني الدوري السعودي عمل بروتوكول مختلف يمكن أكثر صرامة من الدوري الألماني تحسب أن البابا لسه ما ينحسر بشكل كبير مثلا في المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية والدورة العربية الوحيدة الذي يعلن فيها ورتكول الطبيع عدم التبادل الغمصان عدم الاختلاط الدخول في الغرف كان في صرامة شديدة جدا اللعيبة برضو ما يكونوا متزاوجين أو ما يذهبوا إلى أهلا بشكل كبير إذا الفارغ بين المباراة مضغوط قللوا عدد الصحفين في المدرجات مثلا الاتحاد الماني قال عشر الصحفين الاتحاد السعودي يرى أن العدد يجب أن يكون أقل الغانوات الرسمية فقط الغانوات الناقلة بالنسبة للبطول ففي ضغط كبير جدا ومسألة المؤتمر الصحفي يكون أونلاين ما يكون فيه حضور بتاع الصحفين فكل بلد من بلد طبعا مختلف الآن اشتراطات الفيفل هو أرسل لكل الاتحادات الوطنية طالما نحن وزارة الصحة لم تعلن أن الوباء في انحسار دون نقطة مهمة جدا حتى الآن ما في علامنا صحيح أنه في قرارات بينفتاح يعني في قرارات أنه قد تعود الأسواق الوزارة الوقاف سمحت بفتحة دور العبادة المساجد والكنايس تم فتحها فبالتالي فيه انفراجة لكن مسألة العامل الرياضي الفيفا يشترط لأن الفيفا عنده السلامة أهم من مواصلة النشاط فذي اشتراطات جاء من الفيفا إذا لم يكن هناك انحسار لم يكن هناك أي بطولة دورية الأمر الآخر مسألة البروتوكول برضو أنت البروتوكول يجب أن تطبقوا بالكيفية أنت تتفق معه يعني فيه دوريات كان شايفة أنه يجب اللعبين يكونوا في معسكرات ولا يختلطوا مثلا ما أهلم هما يكونوا في معسكرات زي بطولات الغارية بطولة كاسعالم بطولة أمانفريغة اللعبين يكونوا قاعدين في معسكرات أو في فنادق والدور يتلعب ده ممكن يكون أحد البروتوكولات برضو مسألة التعقيم مسألة مسائل كثيرة جدا فالفيفا ترك فيها التفسير بالنسبة لكل اتحاد وطني على حده سسالم يعني المشكلة الكبيرة الآن اللعبين هما في ولايات السودان مختلفة كل الأندية ده برضو لو حال تم تجميع ممكن يؤثر سلبا ما معروف الاختلاط ما معروف حالة الكورونا ممكن وهو جاي في الطريق ينقل لبقية الفريق لكن السؤال هل في حال تم إن شاء الله بإذن الله ينحصر المرة تدريجيا ويعود النشاط الرياضي نحن في جاهزية تامة وش نلبي خليني أنه أنا كل الاشتراطات الصحية لتكون موجودة خاصة أنه الآن دي مرات ماليا ما بتمتلك الأغلبية من المال لنتوفر كل الاشتراطات الصحية خاصة مع ضحف الإمكانيات اللي عند الدولة تعقيم القرى الآن دي مشكلة سبغتنا فيها يعني الدولة الجارة الشغيرة مصر بخصوص مسألة البروتوكول هل تتكفل بيو الأندية هل تتكفل بيو الاتحاد يعني هما دخلوا في مشكلة حتى الآن هما لا يزالوا في مشكلة يمكن دولة زي السعودية يمكن قد يكون اتحاد اتحاد غني ما عنده مشكلة في يونه من يدفع البروتوكول الصحي لأنه أنت أول حاجة عندك كشف أنت اللعبة دا الأول حاجة قبل ما تجمع هتعمل كشف بتاع كورونا الكشف نفسه مكلف يعني هتعيد الكشف كله ثلاثة أيام وغابل كله مباراة يعني مسألة مكلفة جدا نضافتنا لمسألة التعقيم وتعقيم الكرة والمدرجات وتعقيم الملابس يعني مسألة صعبة جدا ومحيطة الملعب يعني فيه والملعب هو ليست يعني 22 لعب على أرضية الملعب فيه احتياطي وجهاز فني وجهاز فني ورجال أمن والبول بويل الأولاد بتعاني الكورة وعمال الإستاذ يعني فيه عدد كبير يتجاوز المئة شخص داخل الإستاذ غير الإعلامي فبالتالي مسألة التعقيم ودخولهم وفحصهم عند دخولهم المسألة دي من ليس يتكفل بمسألة دي الأندية تبدأ تتكفل بمسألة الفحص المبدئي الأول اللي تعامل عند التجميع عندما نحن نجمع اللعبة مثلا زي نادر مريخة وقنادر هلال جمع اللعبته عشان ما يبدو التدريبات هنا حيكون فيه فحص أول اللعب عشان ما يختلطوا مع بعض بعد ذاك إذا ما أصيب اللعب ده برضو من ضمن البروتوكول بتاع الفيفا مثلا اتحاد اللماني كان طلع غرار اتحاد الإيطالي قال يعزل الفريق كله يلا أنت المسألة ماليا مكلفة جدا والاتحاد دوري السوداني للأسف بدور رعاية يكاد يكون أحد دوريات غليلة في العالم ما يدور رعاية هل هيدفع القروج دي ما أنا أعتقد دي مشكلة هل ممكن يكون ده مبرر لأنه الأندية كلها ترفع تصور لوزارة الصحة أو الاتحاد أن يتم إلغاء الدوري في حال أنه أنه إحنا ما توفرت لنا كل الاشتراطات عشان إحنا من يعني دي حياة لاعبين وحياة نادبة أكمل هو الاتحاد هو البسعة إنه الدوري رجع ما وزارة الصحة يعني الاتحاد هو البسعة أنا في تقدير وزارة الصحة لا يمكن أن تقول الاتحاد إذا ما عندها قروش تدفع قروش البروتطالов والطبيعة لا ترجع بالتالي الاتحاد هو يقدم الطاقة للغنية وزارة الصحة هي ما معنية فقط في السودان في الدوري ولا يدير هي معنية بكل الشعب السوداني فبالتالي ويدفعه الانتحاد المصري الان سيدفع هو الشركة الرائية يعني باستثناء النادي الاهلي المصري اللي انه شايف نفسه قريب للغب هو قال انا بيدفع هذا رحافظ انا بيدفع التكلفة المالية حقتي الانديا التانية رفضت بالتالي ان في السودان ممكن انديا ترفض طبعا انا ما بيدفع ببرتكول الطبية خصوصا الانديا اللي ما عندها مصلحة انه الدور يرجع يعني اذا الانديا المهددة بالهبط ايوه نعم اذا ما دفعت لي انا ما بلعب ممكن دا برضو بياخدنا نقطة مهمة الاجتماع اجتماعي يوم الاثنين المقبل يعني بين الاطراف الثلاثة يعني الى اين يقود الموسم الرياضي والله انا اعتقد ان الاجتماع لن يقود الى جديد يعني هو الاجتماع كان اجتمع يوم الثلاثة الفات وتقرر ان اجتمعه قدنا الاثنين الاثنين عشرين يونيو الاطراف الثلاثة بحضور وكيلة وزارة الصحة هي ما كانت فضور في الاتماع الماضي على طراب خزارة الشعاب والرياضة للاتحاد السوداني لماذا؟ لأن الدولة نفسها مددت الحظر الكلية نعم في حظر الكلية في ولاية الخرطوم حتى 29 من يونيو نهاية يونيو وبالتالي لسا ما فتحت السفر بين الولايات يعني دين نقطتين مهمتين جداً بالنسبة لعودة الدولة إلا في حال أن الاتحاد أقر مسألة البطولة المجمعة يعني زي ما عمل الموسم الفات كان في أحداث سياسية كثيرة في السودان متتالية بالتالي يضطر أن يجمع الأنبياء مع بعض كلها في ولاية الخرطوم ويلعب الدوري بشكل مستعجل من دورة واحدة اللي كان دوري النخبة كان حينها دوري النخبة وبشكل مستعجل ولعبها فعلاً بشكل مستعجل إلا دا الحالة الوحيدة إذا ما فتحت السفر بين الولايات أنا أعتقد المسألة صعبة لكن يمكن الاجتماع غداً أن يضع تصورات يعني يقول نحن مبدئياً أن يعود الدورة الممتاز مثلاً يوم 30 يوليو دا مبدئياً الخطوة الثانية إذا لم نتمكن صحياً من هذا الأمر أن يعود يوم 10 أغسطس إذا لم نتمكن يعود يوم 20 أغسطس إذا لم نتمكن يعطبر الدوري لعبي مثلاً هم ممكن يخطوا التصورات المبدئية لأنه برضو أنت في نهاية الفترة الزمنية إذا ما قدرت مثلاً إذا الوزارة مادتك إزل لحد 20 أغسطس بالتالي يعتبر الدوري لعبي بعد ذا أنت تستطيع أن تسمي من هو البطل أو تلغي الدوري أو تلغي الموسم ككل أو خلافة النقطة المهمة في هذا الأمر هو برضو الاتحاد رجوعه إلى المدربي الأندية والمعايدين البدنيين للحصول على فترة معينة تكفي تكون كفاكترة إعداد صحيح الأندية الآن الأوروبية الآن الحديث أن نيسي لم يستطيع أن يقدم مستوجد في مباراة إشبيلي بسبب أن نلعب ثلاثة مباراة في سبوع واحد فتقط بتاع مباراة لعبة رياض مدريد وبرشليولانbay في إصابات ضاربة الدوري الألماني الإصابات متتالية الدوري الإنجليزي إصابات متتالية شاهدنا الدوري الإنجليزي في إصابات أخطاء فردية بشكل ضخم جداً ن BP تحدث عن لعيبة صف أول في العالم دوريات كوبرى في العالم نهيك عن الدوري السوداني فبالتالي ماهل الفترة الزمنية الكافية حتى مش الكافية أقل الفترة الزمنية ممكنة أن يمنحها الاتحاد يعني إذا تقرر الدوري مثلاً مبدئين يعود 30 يوليو مثلاً متى يعود النشاط الجماعي؟ وهو النشاط الجماعي ده هو المحتاج التصريح برضو يعني الدوريات الآن التدريبات بدأت بتدريبات فردية ثم تدريبات على مجموعات أن لا تتجاوز المجموعة خمسة أو ستة أشخاص ثم تدريبات جماعية مفتوحة سالم يعني حتى التأثير السلبي بنسبة اللاعبين خارج السودان بنسبة اللاعبين محما بين كفتين في خانة الانتظار يعني ما بين الإلغاء وما بين المواصلة الفرق بتحتمد احتماط رئيسة والأندي على الجمهور لتسيير أعمال الداخلية أو كذا فنحن شنو ممكن الأندي تخسر شنو ممكن الفائدة تكون شنو من من الغاء ومواصلة الدور يعني والله هو طبعاً نحن بالنسبة لنا هنا الخسارة غير كبيرة في حالة إلغاء بطولة الدور بمعنى أولاً دخل الجماهيري يعني ما أصبح بالعيد الكبير وثانياً أصلاً ما حيكون فيه جماهير يعني أنت ما حيكون المباردة ما حيكون فيه جماهير ممكن الأندية بسبب كورونا هي حتفقد لكن ما بسبب إلغاء بطولة الدورة ما الآن هي خلاص الكورونا دي عدم دخول الجماهير دي أصبح واقع واقع لا جدال فيه يعني ما في دوري حي يعود بجماهير وبالتالي الخسارة من بداية كورونا إنه أصلاً الدورة كانت تلعبت فيه جولة من غير إهلال المنوريخ بدون جمهور والغرار جاب التدريج من وزارة الصحة أول بدون جمهور ويتلعبت جولة وكان أول مباراة مباراة الخرطوم والأهل الخرطوم في استاذ الخرطوم ثم بعد الغرار طلع يوم 13 مارس ثم جاء غرار 17 مارس من وزير الصحة بلا إيقاف بطولة الدورة الممتاز وإيقاف النشاط قطن مسألة الجمهور أصلاً خسارة ما في اثنين ثلاثة لكن مسألة الغاء الدوري ما حيترتب عليك خسارة من حيث الرعاية أنت الأندية دي ما مرتبطة بعقود رعاية والدوري المتاز ما عنده عقود الرعاية مثل الدوريات المتقدمة في قارة إفريقيا والوطن العربي ناهيك عن مسألة أوروبا عشان ما تتضرر أو تغطي ليك العيس أو الشركات دي تضغط لعودة النشاط وتتكفل بالبروتوكول الطبي أنت ما عندك شركة رائعة الاتحاد السوداني للكرد الغدم ظل يسير النشاط من مداخله ومن مداخيل اللي بتجيه من دول الكرد الغدم الفيفا والاتحاد الأفريقي كافر وبتحصل على أموال وبوزعها للأندية وبيسير بها النشاط والأندية أيضا بتخسر من جبل تسيير نشاطها من دفع مرتبات وخلالها المرتبات ماشية حقا للعيبة كورونا الدورة عاد أو ما عاد المرتبات ماشية الأجور منظومة كرة الغدم كلها ماشية الخسارة ماشية لكن أنا أعتقد مسألة الإلغاء الموسم من إسبرار هو التحدي للاتحاد وتحدي الأندي يعني الاتحادات الوطنية هي الأمر بالنسبة للتحدي أنه أي اتحاد لعب في زمن الكورونا ده بالنسبة لله يعطبر إنجاز يعني لا يتم إلغاء الموسم بشكل أنا أعتقد أنه يعني المسؤولين في الاتحاد السودان في رغمهم أمام هذا التحدي هم يعتبروا أنه لا بد للدوري أن يلعب يعني في حالة عدم لعب الدوري وأنا ما أعتبر دوا أصمت عار بالنسبة لهم لكن هم معتبرنا يعني شيء من الفشل نعم في حالة العودة يعني في حالة العودة هل تملك لجنة المسابغات تصور كامل لاستئناف المباراة؟ والله المهندس الفاتح بأنه قال إحنا هنقدم تصورات تصورات عدة التصورات هي ترفع لمجلس الإدارة مجلس الإدارة هو اللي حيمشي ناغشها في اتماع مع الوزارة الشواب والرياضة مع وزارة الصحة وبالتالي هو اللي حيخد تصور لأنه هو الآن الدوري السوداني الآن تبقت عدد متفاوت من المباراة بين الأندية هو حيخد التصور هو عارف المباراة هتتلعب مفروض فيها تمدن كله نادي باقي له كم كورة الهلال والمريخ كله فريغ باقي له عشرة كورة عشرة كورة فانديا باقي له سبعة كورة وبالتالي هو عنده الارغام دي عنده الإحصاد وهو الذي يملك وضع التصور من ناحية رياضية من ناحية مسابقة وبعد ذلك المجلس الإدارة يجيز هذه التصورات ويرفعها إلى الوزارة وبعد ذلك الوزارة صحة لو وافقت وبعد ذلك لدنة المسابقات تستطيع أن تنفذ أي التصور التي تمت إجازته وانت تخط عدد من التصورات والفترة الزمنية الممكن أن ينتهي فيها الدوري برضو دي نقطة مهمة جدا وفقول لك أنك تلعب أنت الرجعته مثلا يوم تلاتين سبعة أو نهاية سبعة الدوري دي حينتهي متين حينتهي بعد قدرتك أنك تنهي الدوري في فترة قدرشه برضو في عوامل أخرى متصاحبة مسألة الخريف في السادات مرة تقدر تلعب في الخريف نحن في شهور الخريف في عدد كبير من ولايات السودان دي مسألة برضو مصاحبة ومسألة تسببت في تأجيل جولات مهمة جدا أنت كل الأمور دي تستحيبها لكن حتى الآن لم يظهر لنا في العلام التصور الذي تقدمه لجنة المسابقة لكن السؤال نمر عليه بشكل سريع في حال تم يلغاء الدوري وخاصة السودان في فرق بشارك إفريقيا على مستوى الكنفدرالية وأيضا على مستوى أبطال إفريقيا هل يحق الآن الاتحادة أنه يختار ممثلين للسودان خاصة إحنا ما عارفين من الحايفوز مثلا الهلال والمريخ كان أهلي شندي أو هلالة لبيض أو كذا فالحيختار منه يعني والله فيه دول لجأت إلى خيار الموسم الماضي وده فيه ظلم لأندي زي هلالة لبيضة زي الأم العطبرة وفيه دول لجأت إلى خيار الموسم الحالي فبالتالي هو الاتحادة عنده الخيار هل يسبت الروليتة الحالي أو يجأ إلى الموسم الماضي في حالة تزبيت الروليتة الحالي في تفاوض في عدد المبارات هل يجأ إلى مسألة النسب وهذا مسألة لجعلها الاتحاد الإنجليزي في دورة كرة الغدن للسيدات النسب مانشيسر سيتي كان متصدر لكن نسبة نقاط شلسي أعلى من نسبة نقاط مانشيسر سيتي لأنه خاض عدد مباراة أقل وبالتالي يتوج نادي شلسي مانشيسر سيتي مع طرح دونه نقاط الممكن الاتحاد السودان كرة الغدن يجال هي أكثر من خيار وهو حر هو غرار مجلس إدارة مجلس إدارة الاتحاد السودان كرة الغدن يجتمع ويتخذ الغرار أكيد أي غرار سيكون فيه جهات متضررة وجهات مستفيدة لو سبت الروليتة الحالي أو أعلن الروليتة الماضي اعتمد الهبوط أو ألغى الهبوط اعتمد الصعود بالنسبة لأندية الدولة الوسيط كلها سيناريوهات اتخذت في عدد من الدول وعملت مشاكل الآن في الدولة الفرنسية الأندية الهابطة مجلس المحكمة العليا في فرنسا قضت بقرار بإلقاء الهبوط في فرنسا الرابطة الفرنسية احتجر يعتبر هذا تدخل من المحكمة ولجعت الآن إلى مجلس الدولة على اعتبار أنه الموسم القادم في فرنسا مفروضة تلعب بـ 22 نادي لا هي شايفة الرابطة لا الأندية الهابطة تنزل ونحن نلعب بـ 22 نادي لأن لا يزال هناك جدل ورضو الاتحاد السوداني عليه في اتخاذ الغرار يستحب كل هذه الأمور جملة وتفصيلا ويضع التصور للموسم القادم طيب الدور السوداني بين الإلغاء والعودة اللي حدثنا عنها حاليا الفوائد والخسائر والله هي ما في خسائر مادية عندك رعاية عندك ارتباطات دي المسألة المهمة جدا الخسائر بأنه الدوري بتاعك ما اكتمل أنا أعتقد أنه أمر غير جيد الدوري الممتاز انطلغ من منذ عام 96 ورقم العقبات العديدة اللي يتعرض لها الدوري الممتاز من أحداث وصراعات رياضية وأحداث سياسية مرد بها البلاد أعتقد الدوري الممتاز ظل الصامد ولعبت منه 24 جولة 24 نسخة لاندل نسخة 25 الفوائد أنه الدوري يجب أن يتم بأي شكل كان إذا ما يتعارض مع الوضع الصحي بالنسبة للمسألة لكن الخسارة أنه هيكون الدوري توقف خصوصاً أنه الدوري بتاعنا ما فاضل فيه جولات كثيرة عدد المباراة المتبغية غير كثيرة هي مسألة فنية أكثر من مسألة كونها مسألة مادية لأنه نحن هنا ما عندنا رعاية كيف يحدث المصير خاصاً في الشكاوى المقدمة بالنسبة للعقود العقود التي تنتهيها في حالة التجديد العقود ما انتهت طالما مجلس دارة الاتحاد ما اجتمع وما اتخذ غرار بنهاية الموسم الرياضي ما في لعب عقده انتهى ولا يستطيع نالي أن يظهر مواصل لمن الموسم اتهي إذا اجتمع الاتحاد بكرة وقال الدوري تلغى أصبحت العقود ملغية حقاً كل اللاعبين إذا اجتمع وقال الدوري سيستانف مثلاً في نهاية يوليو حتى نهاية أغسطس العقود ستنتهي في نهاية أغسطس الأمر هذا واضح والفيفا وضحه لكن اللعيبة زي هم عاملين ما عارفين يعني إحنا مصيرنا إيه عاملين رائحين بفاوض فأنت من حقك طبعاً في فترة الستة الشهور الأخيرة من عقدك أن تفاوض نعم لا أن تبقى يعني من حقك أنا لعب مثلاً زي رمضان عجب يفاوض دخل مثلاً تستنتهي الشهور الأخيرة بن إدبالو أطهر الطاهر في الهلال ليه فاوض مثلاً حتمي فاوض نادي في السودان فاوض نادي بره لكن هو حتى الآن أطهر أو رمضان هم لعبي الهلال والمريخ بالغانون والفيفا مرسي الكلام زي دا طيب مفاوضات أقطاب الأندي للعائبين جدالة والكوارتي مثالاً هل تمثل فوضى إدارية؟ فوضى موجودة من زمان ما رهينا بوجود المجلسين الحالين الكاردينال أو سباكال هذه فوضى موجودة من زمان هو مفاوضات اللاعبين يجب أن تكون عبر الإطار الرسمي بغض النظر الذي يدفع القروش منه يعني أنت يدفع القروش سواء دفع الغضب بل جدالة أو دفع الكوارتي أو أي شخص كان الآن الكاردينال كان هو من تكفل بقروش أطهر الطاهر في عهد ألمين البرير يجب أن فيها مشكلة أنه الغضب هو اللي يتكفل بقروش لاعب هذا أمر طبيعي جداً لكن الأمر يجب أن يتم عبر الغنوات الرسمية للنادي ومجلس الإدارة مجلس الإدارة هو الوحيدة اللي يفاوض ويتكلم في الأمر هذا مسألة اللعيبة والعزائم اللي يعزموا ليما الناس والبيقعدوا والبيتطلع منا تصريحات أنا أعتقد دي مسألة دعائية أشخاص بيعزموا لاعب أو يكون اللعب معاهم في احتفال أو تكريم أو يكون معاهم ويلتغطوا معاهم الصور وبعد ذلك الصور بتخرج بمعاني أخرى أنه إحنا اللعب بفاوضناه وممكن الناس قاعدين في العجوم يقول لها رمضان يا أخي خلاص أنت لازم تجدد في المريخ داك يقول لهم ما في مشكلة يقول لها كلام ونس كلام ونس يقول لك لأن إحنا فاوضناه لأ دي كل أمور هي ما تنطلي على الصفر الرسمية في النادي إنه لأ النادي فاوض هذا اللعب أو كيف دي مسألة كلها مسألة فقط الحاجة الثانية أنتوا اللعب ذاته مش في حظر يعني اللعب دا مش لاعب كورا ولاعب محترف كيف هو يمشي عزومة أصلا أحفرود التزم بليه أحفرود التزم بليه الحضر البنجل والتباعدة الاجتماعي هدوة الأمر دا هو مش عزوم وشام ما أحفرود سالسالين يعني بزعش عشان نمر السريع لأنه ما أفضلنا كثير 8 دقائق تخصلنا عن صباح الأشرق لكن نحاول ننجس فيها في العالمية نشوف توقف الدوري بسوى بجائحة كورونا ليفربول إيفرتون يعود الآن لتحديد الصدار نمر على سريعا مجرية المباراة نعم ليفربول اليوم طبعا يعود لأول مباراة لو منذ أكثر من 100 يوم منذ توقف بطولة الدوري إيقاف الدوري اللي كان سيعصف بأحلام ليفربول اللي من 30 سنة ما توجه بطولة الدوري اليوم سيلعب ديربي الميستي سايد مع جارو وغريمو فريق إيفرتون فوزه اليوم على إيفرتون وخسارة مانشيستر سيتي قدل يعني تتويج ليفربول رسميا بلغة بطولة الدوري الإنجليزي ودون نقطة مهمة جدا من الفرر ليفربول لا يطمح في خسارة مانشيزي ويطمح في الفوز الآن الدوري محسوم من 9 مباراة داير 6 نقاط فقط محسوم بنسبة 100% لكن ليفربول يطمح إلى أرقام يطمح إلى عودة قوية بعد جائحة كورونا هو قدم نفسه بشكل قوي جدا يطمح إلى إزبات حقيته بطولة الدوري الإنجليزي بأرقام غياسية يطمح إلى الأرقام تهديفية يطمح إلى تحطين أرقام من سيسر سيتي التي حققها في المواسم الماضية أنا أعتقد أن ليفربول عنده أمور كثيرة يريد يحققها عبر مدرب يورغون كولوب ما فقط بطولة الدوري الإنجليزي إلا أصلا الآن أصبح شبهي داخل خزائن فريق لبرد نعم نحن شكري لك كثير جدا لأستاذ سالم سعيد وصحف رياضي على هذه المساحة التحليدية لهم الأخبار الرياضية المحلية وجزء من العالمية شكرا جميلا لك شكرا كمفروض نحل برضو ريال مدريد ريال مدريد مقرامة تاحية ستونفلا لكن نأجل نشوف النتية وإن شاء الله بكرة تحيير لكم نوسا مع الزوم المختلفين في مجال الرياضة وتحيير الرياضة مقدرين جدا شكرا مشاهدين على كرم المتعبكة الخير شكرا حمزة شكرا فريق العامة شكرا لكم مشاهدين داخل وخارج السودان انتهت حلقة اليوم سباح الشروق حتى جديد الملتقى في أمان الله